اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اثنان طفل صغير او الرصة نفسها ما تبديش للوش التناسق بتاعه في نجوم في العالم المفروض فعلا يقدموا لطب الاسنان برقية شكر وعرفان وتقدير لانهم انقذوا وتم انقذهم وتغيير طبيعة تأثيرهم الشكلة عن للناس بقى ايقونات من اشهر الناس دي ديميمور يعني لما ديك تشوف ابتسامة ديميمور القديمة والجديدة فرق مهول ابتسامة لسوية لسه فيها مشاكل ابتسامة او اسنان رصد اسنان كأنها بتشتغل مثلا شغلانة مكتبية حاجة هارد جدا محترام طبعا كل شغلانات الى ابتسامة سحرة نسبيا فيكتوريا بيكهم دي بقى المفروض تقدم يعني شكر كبير جدا لان اختلف الموضوع بشكل كبير مايلي سايرس من الناس اللي انقلبت ابتسامتها من ابتسامة طفولية لمراهقة الى ابتسامة بنت او انسة في ريعان الشباب ايضا الاكتر بقى منهم توم كروز توم كروز اسنانه كان فيها مشاكل كبيرة جدا وعلى فكرة اسنانه كانت غير دي يعني دي بعد تجهزة لعى الشمال ده كانت فيه صورة قبل كده ده ده على فكرة كان سنان متجملة لعى الشمال دي لغاية بقى لما راح طبعا كانت على الشمال في التمانينات ولا في اوالي التسائينات اللي العلمين لا دلوقت في الوقت الحل هو يقترب من 60 سنة ام كان عداها على فكرة توم كروز ده عنده 60 سنة كريستيانو رونالدو بقى لا كريستيانو طبعا اختلف الموضوع اختلف كبير جدا هو ديفيد بيكهم ولعيب تبكر على فكرة عموما من الناس ديفيد بيكهم ازاي فعلا دكتور السنان اللي عمله صعب وشه صعب مش سهل وديفيد بيكهم ووشه هارد انجليزي فيه تقاسيم اللي هو تقاسيم الانجليزية الصلبة ونسبة دهون موجودة في الوش لازم نراعي الحاجات دي كلها وبشرة برضو مش متوحدة في اللون اللي حط تصميم الابتسامة بتاعه اكيد راع حاجات زي كده كتير نهاردو حوار عنوانه صناعة الابتسامة لا تبدو سهلة لكنها تحتاج الى تفاصيل كبيرة الفرق كبير جدا بين صناعة الابتسامة مناسبة لك وصناعة الابتسامة تجعلك تكره اليوم الي انت رحت فيه عشان تعمل تجميل سنان بمنتهى الصراحة ضيف العزيز الصريح جدا والذي يبدأ دائما في حواره ويمتعني دائما باسلوب غير تقليدي ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان ومؤسس مركز برايتي لطب الأسنان وعضو جمعات أمريكية لتجميل الأسنان المصمم المتسمة المعتمد من البي دي سي بنجل ترى أحد نجوم عالم طب الأسنان بالزبط هو الفكرة كلها نابت تعتمد على حاجات كتير جدا منها زوق الدكتور وعين الدكتور وضمير الدكتور فالموضوع داخل فيه حاجات كتير قوي غير الدراسة أو غير الطب كدراسة وكتب والكتاب ده بيقول ايه والمعلومة دي والكلام ده داخل فيه كمان طريقة طريقة تفكير الدكتور زوقه طريقة نظرته للمريد ايه أنا مثلا أنا عايز المريد ده يطلع شكله حلو أنا عايز المريد ده يطلع بيأكل أنا عايز المريد ده يطلع شكله حلو وبيأكل كويس فبقت الموضوع يعني يدخل فيه حاجات كتير قوي غير المعلومات الطبية يعني عايزي المريد جايلك عايزي يعمل تجميل لسنانه بيبعانه مشاكل سنة مفهودة 3-4 سنان مثل الأخلاقين والمريد ده لما بتقوله الخطة العلاجية بيتضمى للخطة العلاجية وجود كلمة زراعة أو وجود كلمة تركيبات في الفترة الأخيرة في بعض الحوارات العلمية كده ما عرفش عن أصد أو عن غير أصد وصل للناس فكرة وكأن الزراعة والتركيبات يعني خصمين في حلبة والاتنين بيتخنقوا مع بعض الزراعة أحسن التركيبات أحسن الزراعة أحسن التركيبات أحسن فما عرفش الناس بتيجي لك بالفكرة دي بالضبط ده حتى بقى يجي هو العيان أو البيشنت يقول الخطة العلاجية بتاعته لو سمحت يا دكتور ازرع لي سنة احنا عايزين نفرع الأول بين الزراعة والتركيبات الزراعة يعني لو أنا عندي أسنان مفقودة بحط زي غرسة في العظم كده واسبها لمدة 3 شهور من شهرين 3 وبعدين أركب عليها الكفر أو الكراون الخارجي والدنيا تمام ماليش علاقة بالأسنان اللي قبلها ولا اللي بعدها التركيبة بحتاج أن أنا أحضر السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها واركب زي كبري يعوض لي السنة المفقودة بس أنا بقى فيه سؤال بقى يضيقني في يعني بسمعه كتير جدا أول ما بقى أسمع رأيي الدكتور ده يعني تيجي يقولك إيه وانت أكيد يا دكتور سألت ده كاترة كتير أول قل لي كده إيه الأفضل التركيبات ولا الزراعة يقولك قولا واحدا الزراعة الكلام ده بالنسبة لي غريب شيئا ما ليه لأن أنا بحتاج الأول أن أنا أشوف إيه الأنسب للمريض يعني إيه إيه الأنسب يعني أنا مثلا كلمة التركيبات أفضل ولا الزراعة زي بالزبط كإني بقولك إيه الأفضل لأنك تلبس شورت ولا تلبس بانطل أو تلبس بليزر ولا تلبس قميس كل حاجة مناسبة لحاجتها إيه لو أنا في الساحل ولا في المصية بالزبط من هل بشوفت بالزبط إيه الأنسب يعني إيه الأنسب للسيتيويشن دي إحنا لو شوفنا مثلا حالات زي اللي موجودة دي ده بيشنت جميل جدا جاي من السعودية هو جاي الشيف كومبليم بتاعته أو الغرب بتاعه هو بيقول لي يعمل لي إيه زراعة وهو اللي محدد من دماغه كده فكرة اعمل لي زراعة ليه هو حدد كده من كترة ما الكلام بيطلع الزراعة أفضل من التركيبات على العيني ونروسي الزراعة أفضل من التركيبات بس إيه الأنسب في حالتك لو إحنا بصينا بقى رجعنا عملنا زوم بقين على الحالة دي كده هتلاقي إن هو شايف يا دكتور أيمان السنتين المفقودتين فوق دول طيب ما هو قبله وفيه تركيبة والسنة اللي بعده اللي هي اللي في النص أصلاً محتاجة تركيبات يعني محتاجة شغل صح أو لا؟ يعني بص السنين كلها أصلاً فيها حشوات والدنيا بايزة حتى لو عملت زراعة كده كده السنين اللي قبله واللي بعد السنة المفقودة محتاجة شغل أنا في الحالة دي لو إنت قلت لإيه الأفضل لي أو إيه الأنسب للحالة دي أنا هقولك التركيبات ليه التركيبات؟ أولاً الوقت هيقعد أسبوع ثانياً دخلها الحاجات دي بقى لها فترة كبيرة جداً فهيقعد مثلاً حوالي من 3 ل 6 شهر قبل ما يكمل الزراعة مجهود تكاليف أعلى وفي نفس الوقت الحالة نفسها أنا الغرض الأساسي من الزراعة إن أنا ما أزيش السنة اللي قبلها ولا السنة اللي بعدها طب في الحالة دي السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها بايزين أصلاً ومحتاجين يتحط عليهم كفرز أو كرونز فأنا بالنسبة لي الحالة دي الأنسب لها التركيمات الأنسب الأنسب على أي أساس سن المريض المجهود اللي هيبزله التكاليف ففي الحالة دي وصلنا للمرحلة دي فأديه بقى وقت في أسبوع يعني أسبوع حولنا من الشكل ده للشكل ده ده عن طريق التركيمات فكلمة بقى إيه الأفضل يجي لك العين لو سمحتك أدوك أعمل لي زراعة في السنتين دول طيب ما هو أنت كده كده محتاج أصلا تركيبات في كل السنين ففي الحالة دي الأنسب ليك التركيبات فما فيش بقى مصطلح الزراعة أفضل من التركيبات ده لأ فأنيه موقف أقدر أقول هنا الزراعة أحسن لأ هنا التركيبات أحسن وأنا بتكلم على المشاهير من شوية كده طربتي في دماغي مين وأنا براجع دلوقتي دماغي يعني مين اللي أنا قلت عليهم لا الحالة دي كانت يعني الدكتور اللي عملها عمل مجهود وبتاع لقيت اللي فيها مشاكل في اللسة اللي اللسة فيها باين فيها بروبلم اللي باينها ابتسامة اللي سوية ده اللي داني انطباع أن التجميل هنا عمل مجهود معرفش ليه على أنا صح أو غلط تجميل اللسة صح طبعا أه أي حالة تجميل أسنان بدون تجميل اللسة لو اللسة بتباني يعني أنت كده هتطلع الحالة شكلها وحش جدا وهتحولها من سيء إلى أسوأ اللسة دي هي اللي بيترسم عليها شغل دكتور تجميل الأسنان لو احنا مثلا شفنا حالة زي اللي معروضة دلوقتي دي الحالة دي دي ماسمعاش ابتسامة لسوية ليه ماسمعاش ابتسامة لسوية دي جزء منها بيبان من اللسة يعني الجزء اللي هو الشمال باين جزء اللي مين مش باين قوي حتة وراء باين راحت لدكتور أسنان اللي هو بقى مش دكتور تجميل الأسنان الكلام اللي احنا بنعد نقوله ونأكد عليه كل مرة قالت له أنا ابتسامة بتاعتي مش عاجباني لو سمحت يا دكتور عمل لي تجميل الأسنان فالدكتور طبعا مش عارف أهمية اللسة أمبرد الأسنان وعمل لها ايه تركيبات التجميل دي كده اسمها تركيبة تجميلية طب هل ده منظر فيه تجميل فيه شيء من التجميل الأسنان ماشي الأسنان مرصوصة وكل حاجة بس ده كده منظر دي ما سماش عملت هولي الاسمايل أو ما عملتش ضحكة أنا كده خليت أسناني لو مثلا كان ممكن تبقى لونها وحش زبطت لونها لكن كابتسامة ما تغيرتش فرق كبير بين تجميل التسامة وتجميل الأسنان زي ما احنا بيقول تجميل الأسنان إنه أنا خلي الأسنان شكلها حلو تجميل التسامة أنا خليها شكلها حلو وهي بتتحك شفنا بقى الصورة بعد ده كده ليه بقى يعني ليه أنت شايف الحالة دي كده الدنيا مظبوطة والأسنان مظبوطة عشان اللسا مظبوطة إحنا وجبنا الحالة فوقه بقى فوقه تحت مع بعض الفرق بين فوقه تحت إنه فوق الدكتور اشتغل على الأسنان فقط تحت اشتغلنا على اللسا والأسنان مع بعض بس فرق اللون كمان فرق الماتيريال طبعا لسا هقول لك الماتيريال الماتيريال انت تحب تيجي على حتة الماتيريال نوعها ايه الماتيريال دي اسمها ألترا ماكس دي شفافيتها واخلي بالك انت تحت اللون أفتح نفس الوقت طبعية أكتر يعني إنه الناس فاكرة وربطة بين المادة طبعية التركيبات والتجميل والفينيلز ومادة اللون هتوها لوحدها الكتيدة لأنه سبك من القديمة دي القديمة دي يعني فعلا حزينة جدا لأنه كمان الإضاءة هنا مختلفة شوية الإضاءة هنا فيها بتورينا ريفليكشن أو لعكاس الضوي إزاي تعاملت مع اللاسة؟ تعاملنا مع اللاسة في الحالة دي هي عندها اللاسة ببان في جزء واحد فقط فلازم تعدل من جزء وتأثر السنان من جزء لو جبنا الحالة قبل عشان عارف أشرح لك أكتر يا دكتور أيمن يعني السنان من تحت هتلاقيها مسترة يعني طول واحد من فوق الناحية اليمين؟ من فوق من ناحية اليمين قسيرة ومن فوق من ناحية الشمال طويلة آه فلازم هتقص من حتة وتأثر من ناحية تانية تطلع بالحالة زي الشكل بقى بتاع الحالة بعد ده خدت وقت هتديه؟ آه أسبوعين واللون ده موضة دلوقتي على فكرة بقى الشياكة أوي بالزبط ده هيفضل اللون ده عمره ما بيتغير آه زي السراميكس بتاعة الأرض اللون ما بيتغيرش الشكل هتفضل بيه كده ما ده الحياة عايز أسألك بقى في التصميم بتاع الابتسامة النسب ما بين الأسنان أول كان زيما يقوله إيه الـ Golden Ratio وبعدين مش عارف الـ Red Ratio حاجات كده كنا نسمحها هل ده موجود لغاية ده في وقته نسب ولا رأيه تلتكتور ونظرته وإحساسه بالوش هو الأساس هو الكلام ده لسه موجود فعلا وكل الدكاترة ماشي عليه وحتى الكورسز اللي الناس بتديها كله يقولك إيه إحنا عايزين نشرح الأول إيه الـ Golden Proportion وإيه الـ Red Proportion آه أي حاجة عينك بتققى عليها عشان تطلع شكلها حلو لازم بيبقى فيه نسب هندسية بين الأجزاء اللي مكونة الشيء ده حتى لقوا الموضوع ده موجود في الأسنان يعني عشان الأسنان تطلع الدحكة تطلع شكلها حلو بيقولوا يعني كانوا بيقولوا الأول حاجة اسمها Golden Proportion إن نسبة السنة اللي في النص العريضة شوية تبقى ليها نسبة معينة مع السنة اللي جنبها ليها نسبة معينة مع السنة اللي جنبها فالدكاترة بيعملوا إيه وأنا بصمم لك الابتسامة وأجاب الـ Golden Proportion دي وأمحطيتها في بقك أخلي لك نسبة السنة دي للسنة دي للسنة دي بنسب معينة تمام؟ تمام وفضلنا ماشيين على كده فترة طويلة جاءت المدرسة البرزيلية لغت الكلام دي قالت لا أنا مش عايزة أثبت النسبة بتاعت الـ Golden Proportion دي أنا عامل حاجة اسمها Red Proportion إيه الـ Red Proportion؟ يعني اختار لي نسبة سبتة وأقسم عليها الأسنين يعني أنا عايزة السنة اللي في النص بالنسبة للسنة اللي جنبها يبقوا ضعفين لو عملت السنة اللي في النص والرشو بين السنة اللي في النص واللي جنبها ضعفين وبعدين بين اللي جنبها واللي جنبها ضعفين يبقى أنا مثبت نسبة وأمشي عليها طيب لو أنا بقى وريتلك حالة لو شفنا حالة اللي هتتعرض دلوقتي دي حالة زي دي الـ Patient بتشتكي إن سنتينها اللي في النص والطر بالضبط وعملين زي المروحة Fan Shaped طلعين لبرة وبرزين الحالة دي لما جينا نعمل لها Smile Design تصميم للإبتسامة لقينا إن الـ Golden Proportion بتاعتها مظبوطة والـ Red Proportion بتاعتها مظبوطة النسب النسب مظبوط مظبوطة بس هي مش حلو بس هي مش حلو إذن مفيش حاجة اسمها إن إحنا نمشي على نسب في كل الموضوع مش computerized مش حاجة بالقالة لازم عين الدكتور تتدخل في اللقطة دي لو شفنا بقى الحالة بعد السنين بقيت عرضها قليل والنسبة بينها وبين السنة اللي جنبها مش مظبوطة كنسبة إنما كشكل أفضل يعني لو جبنا الحالة قبله بعد مع بعض كشكل تحت طبعا أفضل طب أنهل النسب بتاعتها مظبوطة اللي فوق فإذن الموضوع ما بيبقاش زي ما الكتاب بيقول بالظبط إنت لازم الدكتور نفسه يحط التطش بتاعه يعني زي ما بيقوله حالة برضو زي دي دي الـ Red Proportion بتاعتها مظبوطة نسبة السنة اللي في النص اللي جنبها بركي بركي جدا لو شفنا بقى الحالة بعد نص السنة اللي صغرت النسب مش مظبوطة يعني قلت لنا الحالة فوق قبله وبعد بص النسب بتاعت فوق ك-Proportions مظبوطة تحت مش مظبوطة ومع ذلك تحت أفضل فالموضوع إنت بتختار الدكتور التجميل بتاعك لازم تشوف زوءه عامل إزاي أو عينه عامل إزاي لأنه كمان تحت قدت الشكل الأنسوي أكتر بالظبط يعني قدت أونوسة قدت على فكرة السنان ممكن تخلي ست شكلها أتراكتف طبعا ها السمايل عموما هي أكتر حاجة أتراكتف ممكن تشدك يعني لا أنا بتكلمها فيمايزاشن يعني كده مش أتراكشن بس إنها تدي للست الشكل الأنسوي بالظبط الشكل الطفولي أو الشكل الرجولي بالظبط السنان بالظبط طبعا والتدوير بتاعت السنان وال وبرضو خلي بالك يا دكتور أيمان العرض بتاع السنان اللي فوق ده دي مثلا عرضها حوالي 10 ملي انت بتتكلم في العرض الطبيعي 8 ملي طب إزاي عملنا تحت قال لنا عرض السنان ودخلناها لجوه كل الحاجات دي لازم الدكتور اللي هيعمل لك تجميل أسنان يبقى قوير أو عنده knowledge ب وتصميم اللي بسامة وإمتى لما أعمل كذا السنة هتطلع عيدة إمتى ما يفوق دي على فكرة تجميل ما اللي فوق ده فينيرز الحالتين دول إشرة بس دي عاملها طبعا بره الفرق من الإشرة اللي فوق والإشرة اللي تحت اللي فوق الدكتور خد مقاس على السنان المعمل اللي تحت إحنا بقى اللي بنعمل الديزاين إحنا اللي بنصمم اللي بتسامة دايما أنا قلت لك في الأول إنه كلمة أصعب مرتبطة عندي باللسة وكمان بالفرقات يعني الفرقات عندي برضو التجميل معاها شيء رخم لأن الفرقات إزاي هوزع السنان التجميلية عشان تملأ الفرقات أو تغطي الفرقات دي دي مسألة صعبة بالنسبة لي لكن هرجع أسألك بقى في العالم بتاعكم المحترفين دي راجل هاوي لكن العالم الاحترافي مين الأصعب في تجميل الأسنان؟ ولا دي ولا دي في حاجة أصعب الحالات اللي كانت محتاجة تقويم وما ينفعلهاش غير تقويم والظروف ما سعدتهاش أو كبرت في السن أو مثلا حد عنده خلاص وصل لسن مثلا ستة واربعين سبعة واربعين سنة مش هعرض يعمل تقويم وبتقولك أنا مش عارف عايش بسناني دي على الجهالي يعني الحالة أصلا تقويم ولازم تقويم قولا واحدا تقويم according to the book طبعا وكمان عينك أنت أول ما تشوفها دي تقويم مش بس الكتاب وتيجي وهي خلاص منعتها الظروف إن هي تعمل تقويم وها صغير والظروف دلوقتي لا تسمح إن هي تعمل تقويم وتقولك اتصرف أه صلحني حالة مثلا زي اللي موجودة دي الحالة دي تقويم طبعا لو جبت أي دكتور في العالم أعمل لي تجميل الأسنان دي تقويم طيب ظروف بقى العينة إيه أولا هي مش هتحط تقويم سنتين سنان سنها حوالي سبعة واربعين تمانية واربعين سنة يعني ينفع لها تقويم أوه ينفع بس هي مش هتعمله آآ ثالثا هي أصلا حاول التى من تقويم وفشل فهي عندها بدهيستري مع التقويم أو ترومة من التقويم فعمرها ما هتعمله تاني تمام؟ طب الحالة دي يا دكتور آيمن أنت بتحب حاجات أول ما بتشوفها كده بتقول لها ليه البكا الكوريدور آآ طبعا بكا الكوريدور واسع يعني هي عندها اتساع لابتسامة كبير وفي نفس الوقت السنان مش كبير بالزبط اتساع لابتسامة كبير والسنان عاملة الـ V-shaped اللي احنا بنقول عليها يعني حرف الـ V الحالة دي بقى توقع بقى المتوقع ايه في الفاينل اقول لا و 47 سنة يعني ده شيء ده عمر مهم جدا بالنسبة للست هيفرق قوي معها الابتسامة لو شفنا بعد اعتقد لا فرق كبير فرق كبير طب انا بس سؤالي ازاي بتتغلب على الفاك الدايق اللي هو بيسموه في الشيء سيه بتغلبه عليه طب عطلنا الصورة بقى قابله وبعده مع بعضه وانا بص يا دكتور أينل سنة رجبة فوق سنة صح؟ شفت اتفرده ازاي الحالة دي احنا بنفردها يعني بنقلل من السومك بتاع السنان اللي قدام وورا بنتخنه بس لازم بتبقى الموضوع مدروس عشان ما تعملعاش ضب يعني احنا قللنا سومك السنان اللي قدام قوي ودخلناها الجو وورا عرضنا السنان قوي ده مايدرش التحميل؟ لا لا مايدرش السنان دي هنا بقى نيجي للمتيريال شفت النقطة اللي انت بتقولها دي مهمة ليه؟ فيحط لها مثلا مادة زي البرسلين تقيلة جدا فيضر في اللي انت بتقوله يا دكتور التحميل الاي ماكس ده خفيف جدا جدا يكاد يكون قد يعني تقلل الورقة يعني موضوع التحميل ده مش مش هو عشان اختيار الماتيريال ممكن لو الدكتور مش على دراية بالماتيريالز يختار مادة تقيلة تقع بعض شوية الحالة دي بقت عماني تفديه باسبوع بزرط اربع خمسة ايام اه اه اربع خمسة ايام فالفكرة كلها انها تتحول من فوق لتحت في اربع خمسة ايام بدون تقويم تطلع بالنتيجة دي دي كانت الناس فاكرا ان ايه عندها سنة واحدة بس في النص من كترة ما هم لازقين فوق بعض والسمايل تتفرت كده في اسبوع انا بالنسبالي دي حالة من اصعب حالات التجميع حالة اللي هي صرف تقويم عايز طيب يعني في الجزء بقى الاخير من حوارنا النهاردة عايزك تقول لي واحنا بنصنع الابتسابة هل في عملية حسابية هل في حندسة قاعدة كده بتعودوها بتعودوها مع بعض عشان بتاع بتاع ماتيريال انت النهاردة كلمتنا عن اكتر من حاجة ماتيريال جات سيرتها زراعة ولا تركيبات جات سيرتها اللاسة جات سيرتها التركيبة الابعاد دي كلها بتحطها هل ممكن تحط مع بعضها كده في عاعدة آآ في مصطلح طالع اللي هو طالع جديد اللي هو اللي هو هندسة تجميل الابتسامة اه هو لسه يعني لسه جديد قوي يعني حاجة جديدة جدا الفكرة كلها في ايه انا كان نفسي وانا صغير اطلع مهندس كان نفسي انت اشتغلت اعرب حاجة للهندسة بالزبط انا والدي مهندس فكان نفسي اطلع مهندس ما هو انت اشتغلت اقرب حاجة للهندسة بالزبط طب الاسنان هو اقرب طب للهندسة دي حقيقة على الاطلاق بالذات فراعين التقويم والتجميل انا بتجيلي حالة والزراعة على وحياتك والزراعة اه بتجيلي حالات انا اول ما بشوف الحالة دي بتبسط جدا يعني انا مبسوط جدا ان انا هشتغل الحالة دي ليه مبسوط حالة فيها كلام بقى ملوش علاقة بالطب خالص فيها هندسة فيها فكرة فيها فن حالة مثلا لو شفنا مثلا حالة زي دي صعبة جدا دي الحالة دي صعبة جدا طبعا ليه صعبة اولا اللي فوق دي تركيبات ونزل تحت وفيه عيوب في الفاك الفؤاني اساسا فيه عيوب في كل حاجة اه يعني فيه عيوب في التكوين العظمي في فاك الفؤاني اللي هي بتحتاج إلى عملية بقى كبيرة وقصة والمساطفة ان ده مهندس أصلا يعني هو أصلا مهندس فهو كان فاهمني قوي انا بتكلم فيه الاسمايل بتاعته عاملة اس شابت لو شفت يا دكتور ايمان هتلاقيها من ناحية اللي مين طلع الفوق وبعدين نازلة وبعدين طلعها وبعدين نازلة وبعدين سوق اختيار نوع التركيبة اللي فوق خلى السنان اللي تحت تتاكل انت لو شفت يا دكتور ايمان السنان اللي تحت الميلة ازاي عاملة مسترة طيب هو جاي كل اللي هو عايزه هو طبعا فقد الامل ان الاسمايل بتاعته تتعدل دي كده اسمها اسمايل معوجة انت اول ما هو يتكلم انت هتفتكر الاسمايل بتاعته هتشوف فيه عوجة في الوش كله مش بس في السنان هتحس ان فيه حاجة معوجة وفقد الامل طبعا في ان الموضوع ده يتصلح تاني لان هو فاهم بقى ان دي عظمه وقصص و الحالة دي فعلا يعني اتعاملت في اسبوع والنتيجة انا مبسوط بيها قبل العيين بص كده دكتور ايمان اوبا اولا بيجبني اول ماتيريال دلوقتي منباهر انا باللون اللون انا منباهر بالهندسة اه التركيبة يعني احد كده لو جبنا ايوه قبل و بعد لا انا فيش مقارنة بص اللفة دي بصت عدلة ازاي غيرت عدلة طب انت رجعت السنان اللي ورا ازاي احنا شلنا من عظم اللاسة دي وطاولنا ناحية الشمال شلنا من العظم وطاولنا الفور ناحية اليمين اصرنا لتحت وعملنا العكس تحت بس دي اخدت وقتها دي والله اسبوع بس دي يعني اصعب من الحالة اللي فات الحالة دي صعبة وفيها فكرة يعني انا حالة زي دي لما تخش لي انا ببقى مصود جدا فيها فكرة يعني ده مهندس اصلا فهو اتمزج باللي حصل يعني هو نفسه اتبسط جدا بالعدلة اللي حصلت له دي من اصعب الحالات اللي انا اشتغلتها من اصعب الحالات حالة ان انت تقلب الاس شابد اللي فوق دي تقلبها ستريت واللي تحت الميلان ده تقلبه ترجعه تاني لا الحالة دي صعبة جدا انت عملت كده بقى في اسبوع يكن يبقى برضو التركيبة ده كله انجينيرينج انا مبسوط من الكلمة دي النظر اللي لسه التقدير الماتيريال وتقدير اللي عملته الماتيريال السيئة فانا استبدالها بماتيريال جيدة الفرقات والفرقات ما بين السنان انا رأيتها ازاي ورجعت السنان لورا ازاي ده كله انجينير بالظر هندسة طبعا انا كده مهندس حققت حلمي طب الاسنان هو نوع من الهندسة بلا شك الحالة دي ملايش علاقة بطب الاسنان خالص يعني الحالة دي لو راح لدكتور سنين ومعرفش يعملها عادي الدكتور مش غلطان يعني الحالة دي لازم يبقى الدكتور عنده اصلا ميول هندسية او يحب يعني هو شاف حاجة معوجة فعايز يعدلها دي ملايش علاقة بطب الاسنان نهائي يبقى عالم التجميل عالم مسير للغاية فيه تفاصيل دقيقة بس انا دايما بابا مبسوط في اللقاء معك لانك انت بتاخدني معاك كده سنة بسنة الى افكار غير تقليدية وده شيء مهم جدا في عالم التجميل طي في العزيزة المبدأ دائما دكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الاسنان المؤسس المركز برايتي لطب دكتور عبدالله طب الاسنان في تجميله وفي كل فروقه مؤتمد على نقطة مهمة جدا والحتة دي المرة الجاية هتشرحها لي انت قلت لنا في بداية الكلام النظرة والزوء قلت كلمة الضمير الضمير ده مهم قوي بس المرة الجاية عنوانها ده بجد المرة الجاية في سؤال مسير جدا ماذا كان يقصد دكتور عبدالله في دقاؤه معايا النهاردة بكلمة الضمير فين منطقة الضمير هنا لان دي كلمة مهمة جدا هل الضمير في الماتيريال هل الضمير في الخطة العلاجية هل الضمير في ان انا بفاهم العين عايز يوصل لايه فوصلوا له أسهل وأفضل وأسهل وأقرب الطرق ولا الضمير يعني شيء آخر ده هتشوفوا المرة الجاية في الناس الحلو لاحظنا ان في حوادث كتير زادت قوي الفترة الأخيرة عمليات العمود الفقر عمليات معقدة جدا وكبيرة جدا ومشاكلها برضو كتيرة لانك انت بتتعامل مع تركيبات كتيرة ومختلفة وحاجات صعبة في بعض البلاد على مستوى العالم يقولك ما ينفعش نعمل عملية في العمود الفقري سواء تدخلية محدودة أو العملية كبيرة من غير ما نعمل تثبيت للفقرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر